امامهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم ودخل عند عائشة وهو يقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات تقول عائشة ووضع رأسه على صدري واخذت وامسه عرقه بيده لانها اكرم واضهر من يدي وتقول اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك فنزع يدها وقال لها لا تفعلي كان ذلك في المدة يعني الان هذا وقت موت فعرفت انه ميت تقول رضي الله عنها تقول والمسجد كان مليئا واصوات الناس ترتفع بالبكاء خائفون على رسول الله فقال ما هذا الصوت قالت صوت الناس في المسجد يخافون عليك قال صبوا علي ماء وصبوا عليه سبعة قرب من شدة الالم والمرض وحملوه الى المنبر وصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم وسكت الناس وكشف عن وجهه فاذا بوجهه صلى الله عليه وسلم كورقة المصحف وقال يا ايها الناس بلغني انكم خائفون علي ايها الناس موعدي معكم ليس هنا في الدنيا انما موعدكم معي عند الحوم والله لك اني انظر اليه من مقامي هذا والله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم كما فتحت عليهم وان تهلكوكم كما اهلكتهم وان عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ان يلقى الله فاختار الرفيق الاعلى فما فهم الصحابة شيئا من كلامه ففهم ابو بكر انه يودع فقام ابو بكر والرسول يخطب وقال فدتك نفسي فديتك بابي فديتك بامي فديتك بمالي فديتك بكل ما املك فاسكت الناس الصديق قالوا اسكت يا ابا بكر فغضب النبي قال دعوا لي صاحبي ما لكم ولأبي بكر والله ما منكم من احد له فضل علي الا واعطيناه فضله في الدنيا الا ابو بكر فانني لم استطح ان اجازيه وانني تركت جزاءه على الله اتركوا لي صاحبي كل الابواب تغلق الا باب ابي بكر لقد جازيناكم في الدنيا بما فعلتم الا ابو بكر فان جزاءه عند الله جل وعلا ايها الناس من اخذت من ماله فهذا مالي ومن جلدت ظهره فهذا ظهري ومن مسست عرضه فهذا عرضي فقام عكاشه فقال انا يا رسول الله قال وماذاك قال انك ضربتني يوم بدر على بطني واوجعتني في بطني واني اريد ان اقتص منك فرفع ثوبه على المنبر قال قم فخذ حقك مني فقام رضي الله عنه يركض والناس ينظرون ماذا سيفعل فلما اقبل على رسول الله انكب على بطني وظمه وبكر صلى الله على رسول الله ثم قال رسول الله ويختب ايها الناس الله الله بالصلاة يا امة محمد هذه وصية رسولكم يا من تركتم الصلاة اسألكم بالله خذواها وصية من رسول الله قبل موت الله الله بالصلاة الله بالصلاة ثم قال الله الله في صلة ارحمكم الله الله في نسائكم ووصيكم بالنساء خيرا ووصيكم بالانصار خيرا يا ايها الناس انما انا بشر لا تضروني كما اضرت النصارى المسيح ابن مريم فاني لا انفع ولا اضر ثم اخذ يرضع يده ويدعو اواكم الله نصركم الله حفظكم الله ايدكم الله ثبتكم الله رفعكم الله ثم قال ايها الناس اسمعوها ايها الناس قال بلغوا عني السلام وبلغوا مني السلام كل من امن بي من امتي ولم يراني للا يوم القيامة وعليك السلام يا رسول الله لقد بلغنا سلامك وبلغتنا سنتك ووصل الينا هديك وها نحن نتقرب الى الله ببث سيرتك صلى الله عليك يا رسول الله لك مننا السلام ومن ابنائنا ونسائنا نفديك يا رسول الله نفديك يا رسول الله اللهم ثم بكت ثم قربها فبث فضحكت قال لها يا فاطمة انني اموت يا فاطمة وانا اموت الان وانت اول من يلحق بي كانت اخر صلاة يصلها الناس الفجر والرسول حي في مثل هذا اليوم يوم اثنين ففتح الستار ورأى الناس يصلون وتبسم صلى الله عليه وسلم ثم اشارها يصلوا ولما طرعت الشمس واشرقت فاذا بجبريل عند بابه فقول عائشة استأذن جبريل ان يدخل عليه وقال السلام عليك يا رسول الله فرد عليه السلام ثم قال ان ملك الموت يستأذنك ان يدخل عليك يقول فاذنت له لقول عائشة فعلمت انه يخير دخل عليه ملك الموت فسلم قال السلام عليك يا محمد ان الله بعثني اليك وقال لي خيره بان يعيش او ان يموت الان ويلقى الرفيق اعلى وقالت عائشة سمعته يقول بل الرفيق اعلى فقلت والله لا يختارنا والله لا يختارنا تقول عائشة فرفع يده يشير بسبابته لا اله الا الله لا اله الا الله ان للموت لسكرات فسقطت بسقطت يده وثقل رأسه على صدري فعلمت انه قد مات يقول فقلت ففتحت الباب وصرخت في المسجد مات رسول الله مات رسول الله فضج الناس بالبكاء واقبلوا الى بابه فدخل عليه ابو بكر وحمله وقال وصاحبه وحبيبه ونبيه وخليله ما اضيبك حي وما اضيبك من يتفا اقول ابو بكر فخرجت ووجدت عمر يقول ان محمد ما مات ان محمد ذهب الى ربه كما ذهب موسى وسيعود من قال ان محمد قد مات لا اقطعن رأسه فدخل ابو بكر وقال اسكت يا عمر ابتان انت ثم تلاقه لله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او قتل انقلبتم على اعطابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزلناه الشاكرين